بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته وحياكم الله لازمنا معكم نتواصل أحبتي حول ما جرى في طف كربلا وبين السائل والمجيب في أحداث معركة كربلا الخالدة العظيمة التي قادها المولى أبو عبد الله الحسين وفي هذا الحلقة سنتناول أمرا في ما يخص أولاد الحسين عليه السلام وأهل بيته حيث فني أصحابه صلوات الله وسلام عليهم فنرى أن الإمام قد بدأ بولده علي الأكبر وختم هذا السجل سجل التضحيات بولده عبد الله الرضيع فلماذا بدأ هكذا؟ وكما أسلفت أحبتي أن القضية من باب التحليل ولا يمكن أن نحن أن ندخل في عمق تفكير المعصوم الواقع أحبتي بعد أن فني أصحاب الحسين بأبيهم وأمي وبقي أهل بيتي وكانوا سبعة عشر من آل عبد المطلب أخذ يودع بعضهم بعضا وأول من تقدم هو شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطبعا المميزات التي كان يمتاز بها علي الأكبر عليه الصلاة والسلام مميزات عظيمة وكريمة من أعظمها وأوضحها هو شبهه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر هذا المعنى ولعله نذكر لماذا الإمام ذكر هذا المعنى فنرى أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بأخوته ولم يبدأ بأولاد عمومته ولا بأولاد أخيه إنما قدم ولده وهذا ينم عن عظم الفداء والقربان الذي أراده الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نحن نرى أحبتي أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الأنبياء بجملة ابتلاءات وقد ابتلى آدم عفوا ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده فلما بلغ معه السعية قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أب تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فالواقع ابتلي بهذه القضية كيف أنه ابتلي بدبح ولده وقد نجح في هذا الاختبار حيث أنه نرى أن الابتلاء في الولد العزيز باعتبار أن الولد هو فلدة كبد الأب فلدة كبد أبيه فأعز شيء عند الإنسان هو الإبن أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغامض كيف يمكن لأب أن يقوم بذبح ولده وكيف يمكن للإبن أن يستجيب للأب برؤية قد رآها هنا أحبتي إبراهيم يوضح لهذا الولد البار يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى لم يجبره على الذبح قال يا ابني فعل ما تؤمر هنا أبدى هذا الولد العظيم البار وهذا النبي الكريم بأنه مستعد لأن يذبح في سبيل الله سبحانه وتعالى هنا أيضا عظم ابتلاء إبراهيم بولده وعظم أيضا ابتلاء إسماعيل بأنه يستجيب لأمر الله لذلك الله تعالى يقول فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية هنا الحسين هو وارث إبراهيم خليل الله إبراهيم رأى رؤية والحسين أيضا جده رأى رؤية بأنه سيقتل شاء الله أن يراك رأى جده رسول الله قال يا حسين شاء الله أن يراك قتيلة إذن الحسين كان عليه السلام كان بأبيه والإمام الحسين كان يعلم بأنه سيقتل وعلي بن الحسين أيضا يعلم بأنه سوف يقتل فاتبع أبي وفي الطريق كما هو معروف أن علي الأكبر قال حينما سمع أباه قد هومت عيناه بالنوم أنه استرجع قال أراك استرجعت يا نور عيني يا أبا لماذا؟ قال أبني هومت عيناي بالنوم فسمعت هاتم يقول القوم يسيرون والمناية تسير معهم أو بهم إلى الجنة قال أبا ولسنا على الحق قال نعم والذي إليه مرجع العباد لاحظوا القسم قال أبا إذن لا نبالي وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا إذن هنا أحبتي تقديم الإمام الحسين بهذا القرمان العظيم بهذا الولد العظيم حتى تتبين عظم التضحية التي يضحيها الإمام أبو عبد الله الحسين لله وهذا الولد البر كيف استجاب كيف جاء مع أبيه واستجاب لهذا النداء الإلهي وقاتل تحت راية أبيه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام واستشهد بأبي وأمي في طف كربلة فالإمام يريد أن يقرب أو يقدم هذا القربان وهو أعز شيء عنده كما جده آدم حينما قام ولداه هابيل وقابيل بتقديم القربانين الله تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل لسوء نية قابيل فالإمام الحسين أيضا ولحظوا الله تقبل قربان هابيل وهنا أيضا الله سبحانه وتعالى أيضا تقبل هذا القربان الذي قدمه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام واقعهما قربانان القربان الأول بدأ بسجلة تضحية وهو علي الأكبر والقربان الثاني هو عبد الله الرضيح حينما يقتل يضع يده تحت منحر الطفل ويرمي به نحو السماء ويقول هون ما نزل بي أنه بعين الله إذن هذه التضحيات في سبيل الله حتى تتبين أظم هذه التضحيات عند أبي عبد الله أنه يضحي ويقدم أعز أعز ولدين عنده وهو علي الأكبر وعبد الله الرضيح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أسأل الله تعالى أن يرحمنا بحق الحسين ويتقبل منا إن شاء الله هذا القليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته